أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم تحية المحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح في هذه الحلقة وحلقات أخرى رح نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية والموضوع هو سؤال وهذا السؤال للأسف هو من الشيطان من الحية والسؤال أحقاً قال الله وبنينا هذه الحلقات حول هذا السؤال وطبعاً معنا ضيف مميز رح أقدمه بعد قليل اللي رح يجاوبنا على كل هذه التساؤلات اللي بتدور في هذه الأيام قبل ما أبتدي خليني أقرأ بعض الآيات من سفر التكوين لصحة الأول ومن الآية الأولى يقول الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه أول جملة قالها الله وقال الله ليكن نور فكان نور ويكمل في الخليقة وقال الله وبيؤمر طبعاً بحسب الكلمة عن كل أنواع الخلق في الست أيام الأولى ولكن في أي ستة عشرين نرى تاج الخليقة في أي ستة عشرين وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكراً وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض سيكون حديثنا في هذه الحلقة والحلقات القادمة عن سفر التكوين وبالتحديد الإصحاحات الأولى من سفر التكوين أول 11 إصحاح لاحظ أن الكتاب المقدس لا يحاول أن يبرهن على وجود الله أو على نوعية الخليقة أو الخلق اللي خلقها الله ولكن بيتكلم بحتمية واضحة جداً ولكن اليوم أحباء للأسف فيه هجوم شرس على كلمة الله وعلى أساسيات الإيمان المسيحي اللي هي اتأسست على هذه الإصحاحات واليوم نرى نفس السؤال القديم أحقاً قال الله سؤال المتشككين بل سؤال الجاهدين بل سؤال الملحدين حتى لو كانوا أسف أقول أنه البعض مسيحيين اللي بيروجوا واللي بنادوا طبعاً ضد فكرة الخليقة أو الإصحاحات الأولى من سفر التكوين لهذا السبب أنا بدعوك أن تشاهدوا هذه الحلقة والحلقات القادمة بعنوان أحقاً قال الله وطبعاً رح تشوفوها على الفيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي وإذا عندك أي سؤال أو أي استفسار من فضلك اكتب لنا حتى نوجه هذه التساؤلات لضيفنا الكريم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة